الحمد لله الحمد لله عانت الوجوه لجلال وجهه لا إله إلا هو عجزت العقول عن إدراك كنهه وقامت البراهين على نفي مثله وشبهه أحمده سبحانه وأشكره الفضل والخير بيديه والعمل والرغباء إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صرف شؤون الخلق بحكمته وعمهم بجوده ورحمته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالإيمان مناديًا وإلى جنة الله وردوانه داعيا صلى الله وسلم وبارك عليه لا خير إلا ذل عليه ولا شر إلا حذر منه وعلى آله وأصحابه أخضل صحبٍ وخير آل صلاةً وسلاما يبلغان من ربنا الأمال وتابعين ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم المآل أما بعد فوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله وعلموا أن لكم علماً فانتهوا إلى علمكم ولكم نهايةً فانتهوا إلى نهايتكم أيام العمر مراحل معدودة إلى وجهةٍ مقصودة للنفوس مواعيد تطلب آجالها وأعمارٌ مقدرةٌ لآمادها وأجالٌ مؤخرةٌ لميعادها فلا استزادة ولا استنقاص ولا فوات ولا مناص إنما هي آمادٌ مضروبة وأنفاسٌ محسوبة لله وحده البقاء وللخلائق الفناء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد واتقوا الله إن الله خبِرٌ بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيها المسلمون اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِق له أرأيتم لو أن أرزاق الناس بأيدي البشر فكم سيقع من الظلم والتظالم والبغي والفساد تالله لو تُرِيك ذلك إليهم لظلم بعضهم بعضا ولا بغى بعضهم على بعض بل لنسي بعضهم بعضا ولغفل بعضهم عن بعض فسبحان الرزاق الكريم ذي القوة المتين لا يظلم ولا يبغي ولا ينسى ولا يغفل بل يتفضل وينعم ويُحسن ويرحم وهو اللطيف الخبير وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحقٌ مثل ما أنكم تنطقون معاشر المسلمين إنهم الرزق قد أكل قلوبا وأشغل عقولا في بعض الناس هلع وجزع حينما يسمعوا بالتغيُّرات الاقتصادية والتقلُّبات المالية والمشكِلات في أمور المعاش وكأنهم لا يعلمون أن الله عز شأنه قد تكفَّل بالرزق لجميع خلقه إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم قويهم وضعيفهم كبيرهم وصغيرهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلٌّ في كتاب مبين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم عباد الله لا يستبطئ أن أحد رزقه فلن يخرج من هذه الدنيا أحد حتى يستكمل رزقه واجله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب لقد كهتب الله رزق ابني آدم وقدَّره قبل أن يأتي إلى هذه الدنيا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم النُطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد الحديث متفق عليه معاشر المسلمين ومعاشر الأحبة وهذا عرضٌ لبعض الأسباب الجالبة للرزق هدى إليها الرب وذلَّ عليه الشرع أما أول ذلك وأولاه فتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله ولزم مرضاته رزقه من حيث لا يحتسب وعدٌ من الله حق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزقه من جهة لا تخطر له على بال ومن حيث لا يرجو ولا يؤمل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض يتق العبد ربه ظاهرا وباطنا يتق الله في نفسه وأهله وماله وعمله وفي شأنه كله ومن الأسباب حفظكم الله كثرة الاستغفار والمداومة عليه يقول عز شأنه مخبرا عن نبيه نوح عليه السلام فقول تستغفئوا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارا ويقول عن هودٍ عليه السلام ويا قومي استغفئوا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وورد في الحديث من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل طيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود وإستداده صحيح يقول القرطبي رحمه الله وهذا دليلٌ على أن الاستغفار يُستجلب به الرزق ويُستنزل به الغيث استغفارٌ يتواطع فيه القلب مع اللسان غير مصرٍ على ذنب ولا عازمٍ على عود ومن أعظم الأسباب عباد الله حُسنُ التوكُّل على الله فيتعلَّق القلب بمولاه ويفوِّض أمره إليه فمن توكَّل على الله كفاه ما أهمَّه ودفع عنه ما ضرَّه وأغمَّه ورزقه من حيث لا يحتسب وفي الحديث لو أنكم تتوكَّلون على الله حق توكُله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي وهو صحيح الإسناد يقول الحافظ بن رجب رحمه الله هذا الحديث أصلٌ في التوكُّل وأنه من أعظم الأسباب التي يُستجلب بها الرزق قال بعض السلف توكَّل تُسَق إليك الأرزاق بلا تعبٍ ولا تكلُّف ومما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام ومما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام عباد الله أن التوكُّل لا يُعايض الأخذ بالأسباب والاجتهاد في الطلب بل قال أهل العلم إن السعي في الجوارح وابتقاء الأسباب طاعة لله والتوكُّل بالقلب إيمانٌ به سبحانه وقد قال عز شأنه في طلب الأسباب هو الذي جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال عز شأنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يقول القرطبي رحمه الله سوى الله في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على النفس والعيال والإحسان والإفضال قال رحمه الله فكان دليلاً على أن الكسب بمنزلة الجهاد لأنه جمعه معه وعمر رضي الله عنه يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطير ذهباً ولا فضة والتوكُّل محلُّه القلب والسعي مظيفة الجوارح وما تعسَّر من شيء فبتقديره وما تيسَّر من شيء فبتيسيره ولما قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم أرسلُ ناقتي وأتوكل قال له اعقلها وأتوكل أخرجه من أحبان في مستدركه قال الذهبي إسناده حسن ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه حفظكم الله صلة الرحم ففي الحديث الصحيح من سره أن يُبسط له في رزقه وأن يُنسَأ له في أجله فاليسر رحمه رواه البخاري وفي حديث عند أحمد تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومن سأة في العمر صحاحه الألباني رحمه الله فلصلة الرحم آثار عجيبة وثمار مشهودة من بسط الرزق وزيادة العمر ودفع ميتة السوء وغرس المحبة وفي الحديث عند ابن حبان وسنده صحيحاً بشواهده إن أعجل الطاعة ثوابا سلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون معاشر المسلمين ومن عجائب حكمة الله وفضله أن جعل الإنفاق من أسباب جلب الرزق مهسعته فمن أنفق أخلف الله عليه وبارك له فيما عنده وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يخلفه عليه في الدنيا بالبدل والبركة وفي الآخرة بحسن الجزاء وعظم الثواب وفي التنزيل العزيز الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله أسفل العليم يقول ابن عباس رضي الله عنهما إثنان من الله واثنان من الشيطان الشيطان يعدكم الفقر يقول لا تنفقه وأمسكه لك فإنك تتاج إليه ويأمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه على المعاصي والذنوب وفضلا في الرزق وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك رواه مسلم وفي الحديث الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا رواه البخاري فأنفقوا عباد الله فأنفقوا وأبشروا بالخلف الواسع من فضل الله بل قد قال عز شأنه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسي يسرى معاشر المسلمين ومن أسباب الرزق وأسباب سعته الإحسان للضعفاء والمحتاجين وتفقد أصحاب الحوائج وفي الحديث وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري وعنى بيدردائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم رواه أبو داود والترمذي وهذا يشمل أصناف ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين والمرضى والغربة ومن لا عائله وإن أوضع الأمة وما أسيها قد أوقعت الكثير من إخواننا وجيراننا في أحوال وشدائد فتفقدوهم وأحسنوا إليهم وأنفقوا يخلف الله عليكم ويبارك لكم بل إنكم بهذا تستجلبون نصر الله وعنه وتأييده وقد جدد وليه أمرنا وقد جدد وليه أمنا ونحفظه الله وأعزه استنهاض الهمم لمساعدة إخواننا في سوريا فأروا الله من أنفسكم خيرا يبارك لكم فيما أتاكم ويحفظكم في أمنكم وأرزاقكم وتستجلبوا نصر الله وعونه وبعد معاشر المسلمين إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراية كاره فاتقوا الله وأجمل في الطلب فالعبد المؤمن إذا استيقن أن رزق مقدر إطمأن قلبه واستراحة نفسه فلن يجزع من فقل يصيبه أو جائحة تتلف ماله ولن يتقن نفسه ولن يشغل نفسه بالدنيا للآخرة لأنه يعلم أنه لا يأتيه إلا ما كُتِب له لا يستسرف إلى ما في عيد الناس ولا يتطلع إلى ما في خزائنهم ولا تمتدوا يده للحرام متعلق بربه يعلم أن الخلق لا يرزقون أنفسهم فضلاً أن يرزقوا غيرهم قيل لي بحازم ما رزقك قال الرضا عن الله والغنى عن الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إله فأنا تفكون دفعاً الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهد محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله إنه رب نور الإيمان قلوب أهل السعادة فأقبلت لطاعة ربها منقادة أحمده سبحانه وأشكره وقد تأذن لمن شكر بالزيادة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم بها من شهادة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المخصوص بعموم رسالة وكما أجل الفضل والسيادة صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام السادة والتابعين وانتبعهم بإحسان وجهد في الله فأحسن جهاده وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون وإن من أعظم أسباب جلب الرزق وبركته بل لعله هو جماع الأسباب كلها الاستقامة على دين الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه ومنهيه فما استجذبت الأرزاق فما استجذبت الأرزاق إلا بالطاعات وما محقت إلا بالمعاصي والذنوب وإن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه فالذنب والمعاصي والمنكرات من أكبر الأبواب التي تغلق موارد الأرزاق على الفرد وعلى الأمة بالذنب والمعاصي تتعسر الأسباب وتضيق الأقوات وتمحق البركات وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق لنفسناهم فيه إن نعم الله ورزقه ما حفظ موجودها بمثل الطاعة ولستجذب مفقودها بمثل الطاعة فما عند الله لا ينال إلا بالطاعة فمن أراد السعادة في الرزق والرغض في العيش والبركة في المال فليحفظ نفسه عما يؤثمه وليمتثل أو من ربه وليجتنب نواهية وليصن نفسه عما واضع سخط الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله واستحضروا وتأملوا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تسكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أنكم استبطاءوا الرزق أن تطلبوه بمعاصر الله عز وجل فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته ومن يسعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله وما أكل طعام وما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده هذا وسلموا وسلموا هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو الصادق في قيله قولاً كريماً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارضى اللهم عن الخلفاء إلى أربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلكين وهد الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لهم وولايتنا في من خافك واتقاك واتبع لذلك رب العالمين اللهم أفق إمامنا ولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين وألبسه لباس الصحة والعافية ومد في عموره على طاعتك ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى واخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم أفق وولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمةً لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين اللهم أصح أحوال المسلمين واحقن دمائهم وولِّع عليهم خيارهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أن أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا وولاة أمرنا وعلماءنا وأهد الفضل والصلاح والاحتساب منا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشغل بنفسه اللهم فأشغل بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميراً عليه يقوي يا عزيز اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها للطاعة ويهدى فيها المعصية ويمر فيه بالمعروف وينهى فيها المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم يا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين ويعظم الرجاء ويمجر الضعفة انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالم اللهم اكشف كربهم وعجل فرجهم وألفين قلوبهم اللهم ودهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصرك اللهم إننا سوكلهم نصراً مؤزراً وفرجاً ورحمةً وثباتاً اللهم اصد رأيهم وصبب رميهم وقوو عزائمهم واللهم عليك بالطغاة الظالمين عليك بالطغاة سوريا ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم افرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق واجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم عليك باليهود المغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لاعزونك اللهم وانزل المهباسك الذي لا يرد عنق المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ونسألك اللهم مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة ونجلة من النار اللهم إننا نعود بك من عذاب القبر ووسواس الصدر وشدات الأمر اللهم افرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين على المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين ورحم موتانا وموت المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون وسلامنا مرسلين والحمد لله رب العالمين